نعلن الدولة الكويت عن مساهمتها في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بقيمة مليوني دولار أمريكي للعام الجاري 2023 مؤكدة أن مرور الزمن لن يجرد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في العودة إلى أرضه جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناء أمام لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات للأونروها وقال البناء إن عودة الحق للشعب الفلسطيني يأتي طبقا لقرارات الشرعية الدولية لسيما قرار الجمعية العامة رقم 194 ومبادرة السلام العربية مضيفا أن القضية الفلسطينية ما زالت تشغل المكانة المركزية في العالمين العربي والإسلامي وتشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين أحد أهم ركائزها موسيقى موسيقى